قال نائب فتحاد القوى حسين الزبيدي إن تكرار حوادث السهدف المدنيين على الطريق الذي يربط كاركوك بيتوس خورماتو بمحافظة صلاح الدين دليل على ضعف اللاجزة الأمنية والإجراءات التي تتبعها وضف الزبيدي أن انتشار ظاهرة السيطرات الوهمية على الطرقات العامة يؤكد مرة أخرى على ضعف اللاجزة الأمنية وفشلها بحماية أرواح المدنيين